السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين رجال الدين ممكن نشوفهم في المنام سواء كانوا رجال دين مشهورين في الواقع او رجال دين نعرفهم في الواقع او رجال دين داخل الرؤية مجرد ان هما ظهروا ان هما رجال دين نعرفهم او ما نعرفهمش ونبدأ مع بعض كده ونشوف اول رؤية النهاردة واحنا الكلام هيبقى للنساء طبعا ونقول ان اول رؤية هنبدأ بها للفتاه العزباء وان شافت رؤية في المنام رجل الدين داخل الرؤية فالرؤية بصفة عامة دلالة ليها وبشرة ليها بالخير في جميع الامور الحياة ليها ان كانت بقى الفتاه العزباء عايزة تعرف امتى تكون رؤية رجل الدين في المنام دلالة ليها على قرب زواجها فنقول لها ان الرؤية دي ان شاء الله سبحانه وتعالى دلالة ليها على قرب زواجها اما ان كانت الفتاه العزباء ان شافت رؤية في المنام ان هي بتتزوج من رجل الدين فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على ان هي ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هتتزوج وكمان زوجها هيكون انسان قوي الامان وعلى دين جيد وهيتقي ربنا سبحانه وتعالى فيها والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وننتقل كده بقى من الفتاه العزباء الى المرأة المتزوجة ورؤيتها الرجل الدين او رجال الدين في المنام ونقول مع بعض ان المرأة المتزوجة لقلبها متعلق بحب الله سبحانه وتعالى في الواقع ورؤيتها الرجل الدين في المنام هتكون ايه ونقول بان هي ان شافت رؤية في المنام ان هناك رجل الدين بلحية بيضاء كبيرة وبيقول ليها داخل الرؤية في المنام ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالرؤية هنا ان شاء الله دلالة ليها على قرب حملها في القريب وان كانت ميسورة الحال في الواقع فيكتمل امرها بالحمل والانجاب اما ان كانت في الواقع فقيرة ماديا فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان الله سبحانه وتعالى هيرزقها بالمال ليهنيها وكمان هيرزقها بالامناء ليسعد قلبها في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وننتقل من المرأة المتزوجة ورؤيتها الرجل الدين الى المرأة الحامل ورؤيتها الرجل الدين في المنام ونشوف مع بعض رؤية المرأة الحامل في المنام للرجل الدين وهي ان المرأة الحامل وان شافت رؤية في المنام ان هي بتصلي خلف رجل الدين وكان هو الامام فالرؤية هنا هتكون لها تفسيرين واولا ان هي ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون مولودها ذكر كما قدل الله سبحانه وتعالى وسانيا ان ابنها هيكون ليه شأن كبير في العلم سواء بقى في العلوم الدينية او اي علم تاني غير العلوم الدينية ونقول مع بعض لسه ان المرأة الحامل وان شافت رؤية في المنام مجرد رؤية فقط رجل دين وكان بيبتسم ليها داخل الرؤية طبعا فالرؤية هنا دلالة لها على سلامتها اثناء فترة الحمل وكمان ان هي هتولد بكل سهولة وان حالتها هتكون جيدة هي ومولودها بعد الولادة والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونبدأ مع بعض كده ونشوف رؤية المرأة المطلقة لرجل الدين في المنام ونقول ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هناك رجل دين بيقطع اسيمة طلقها وكانت بتبتسم ليه داخل الرؤية وهو كمان بيبتسم ليها داخل الرؤية وكانت فرحانة وسعيدة فالرؤية هنا دي دلالة لها ان هي في الفترة المقبلة مش هتفكر ترجع لطلقها ولا كمان هتتزوج وان هي هتركز كده بقى في حياتها على العبادة وكرات القرآن الكريم وتتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى اما ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هناك رجل دين بيقطع اسيمة طلقها وبيعتبادلها اسيمة زواج كانت جديدة وكان برضو مبتسم ليها داخل الرؤية وهي ابتسمت ليه وشعرت بالسعادة داخل الرؤية فان شاء الله سبحانه وتعالى الرؤية هنا هتكون دلالة لها ان هي ستتزوج في القريب من رجل صالح على دين وعلى خلق وحيراعي ربنا سبحانه وتعالى فيها اما ان المرأة المطلقة وان شافت رجل الدين في رؤية في المنام كان بيصلحها على طلقها فالرؤية هنا ان شاء الله هتكون دلالة لها ان هي هترجع تاني وتتزوج من طلقها في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته